مع غياب المسائلة والإفلات من العقاب فإن مسلسل اعتداء قوات الأمن على المواطنين مستمرة في العراق آخرها ما حدث من اعتداء عناصر في سيطرة تابعة للأمن الوطني على شابين في محافظة التأميم ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخر بجروح خطيرة وسط صمت الحكومي بشأن الحادث أبني عنده ماتور ويشتغل يوميا قباس شغلتها بسنعة ورداد عمر الشغل البيت وقع بالمفرز الأمن الوطني وعلى من الماتور مالا ما وقف طلعب بالسيطره ورموه من وراءه ضابط حقا على رأسه الموضوع هذا جاي من الشغل جاي من شايف حمله جزم ودرازات هذا رأسه من ديور ومنزم هذا من نزم رأسه ضربه بالطلقة والطلقة من وراء رأسه وطلق لي قدر والوياه من ثمان طلقة حادثة الاعتداء على الشابين في التأميم تسببت بغضب لدى سكان المحافظة الذين سنكروا طريقة تعامل قوات الأمن التي وصفوها بالاستعلائية مع مطالبات باعتقال عناصر الأمن غير المنضبطين ومحاسبتهم معقول واحد يقلب من إيدك لا مسلح ولا واقف ضدك ولا يحكي عليك ولا غالط عليك بس مجرد يريد يقلب يفلد أنت تضرب الطلقة من وراء تريد تكتلة هاي معطورش كبرى شعرضه ليش ما ضربت التاير ليش ما ضربت المعطور الكبيرة ليش ما ضربت الرزلية إيدية إلا براسه الحادثة في محافظة التأميم تعكس واقع غياب القانون وانتهاك حقوق الإنسان وسط فشل حكومي في منع الاعتداءات التي أدت إلى وقوع الضحايا ومصابين من المواطنين العراقيين مع إفلات الجنات من العقاب